بحب اناور النور كده على حاجة هي منورة كمان في مصر والزي ما قلت لحضراتكم ان من كتر المشاكل ومن كتر المشاغل الواحد دايما ما بيشوفش الحاجات الحلوة والحاجات كويسة واللي ماشي بشكل محترم في مصر كل فترة بحب اقول ان في شمعة في الوسط الاقتصادي او الصناعي او التجاري الحقيقة تستحق ان احنا نشوفها ونستحق ان احنا نشيد بيها قبل كده اكلمتكم عن صناعات واقتصاديات وشركات محقق نجاح وانا طبعا كل كلامي عن الصناعة الوطنية لازت تبقى شركة مصرية عشان اشيد بيها وابقى منتمي لها وبدعمها النهاردة حكلمكم عن واحدة من اهم وانجح الشركات المصرية في صناعة وبيع الاثاث والمفروشات وهي شركة ارت هاوس حقيقة هذه الشركة مصرية حتى النخيع وبتصدر ومغطية السوق المحلي وسمعتها المحلية والعالمية ممتازة اضف الى ذلك الى انها فيها لمسة جمالية مختلفة لما تشوف الشغل بتاعهم هتلاقوا فيه لمسة جمالية مختلفة تفرقك عن اي موبيلية او اثاث تاني بخلاف ان الموبيلية المصرية والاثاث المصري كنا بقول ضميات المصرية احنا الحقيقة ملوك الصنعة لو اجدنا وهم الحقيقة من المجدين في هذه الصنعة وانا كمان بحييهم لسبب تاني غير الجمال والزوء انهم الحقيقة مقدرين ان المستهلك له حق كمان عشان كده عاملين هذه المبادرة الرائعة هذه الايام وهي مبادرة البيع بالتقصيد وبدون فوائد على الاطلاق زير وفايدة مش زي بقى بقيت المشروعات التانية سواء في البيع الممالية او المساعدة للعقارات اللي يقولك قصط على 8 سنين وتلاقي 8 سنين دول يخلي الحاجة ممليون بقت ب7 مليون طب ولا فرحيتي ايه القصط اللي على كده ما انت قصط عمري مش قصط الفلوس لكن انت تقصط وبدون فوائد معناها ان انت بتديني فرصة تنفس بتديني فرصة ان انا فريش بيتي وهشتري الحاجات الجديدة الحديثة من غير ما ترهقني ماليا فيبقى عملنا فكرة الوين وين سيتيويشن اللي هي الربح للشركة عشان تبيعه وتكسب والمستهلك كمان انه يشتري من غير ما يرهق ماديا تعالوا نشوف هذه المبادرة وهذه اللوحات الفنية من شركة ارت هاوس للموبيليا والمفروشات احنا بنشتغل بالخامات والخشب الطبيعي عندنا تصميمات ودزاينات مختلفة عن السوق كله بنهتم بكل التفاصيل والديتيلز في الشغل بتاعنا بنحاول بقدر امكان العملي اللي يدخل عندنا يلاقي عندنا حاجات مختلفة خلصة عن السوق كله احنا في ارت هاوس بنقدم من بداية من غرف النوم غرف الصفرة عن تريز صالون مودرن الليفنج اشتركوا في القناة